صباح الفل ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير فيديو النهاردة برضو فيديو مشتريات كنت محتاجة حاجات كتير هنا في البيت فلما نزلت القاهرة رحت طبعا زي ما انتم عارفين رحت كوكو طبعا عملت فيه فيديوهين جولة هناك وروحت كبير من ميكس سنتر طبعا معرفتش اصور في ميكس سنتر عشان قلتلكوا طبعا اللي هم قالوا ممنوع التصوير فالمهم يعني اللي انا اشتريت حاجات من كوكو واشتريت حاجات من ميكس سنتر النهاردة هعمل لكم الفيديو المشتريات بس طبعا هيبقى الفيديو كبير فممكن اعمله لكم على مرتين فيديوهين يعني فتابعوا معايا ويرب الفيديو يعجبكم هنبتدي الاول بحاجات يا كوكو ويا ميكس سنتر اي حاجة يعني يطلع في ادينا كوكو تمام هقول لكم الحاجات اللي جبتها من كوكو الاول عشان ما تطلع بطوش اول حاجة معايا جبتها من كوكو هي الفرشة دي الفرشة دي حلوة جدا 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 وعايز اقول لكم اللي هي يعني الشعر بتاعها حلوة قوي وخامتها كمان تحفة وسعرها رخيص جدا الفرشة دي بخمسة وعشرين جنيه انا جبتها علشان خاطر ايه جبتها عشان خاطر الليفنج هنا الكنبة عندي اه يعني مش للشيشان ولا الكنسة ولا حاجات لا لا خالص دي انا جبتها للكنبة لتنظيف الكنبة على طول كده بحب انا ايه بالفرشة كده على الكنبة عشان لو فيها اي حاجة فجبتها بكام جبتها بخمسة وعشرين جنيه وفي منها طبعا الوان وكنت عرضتها لكم تقريبا في الفيديو برضو اه حلوة جدا استخدمتها انا بقالي اسبوع وعشرة يام راجع من الكاهرة ففي حاجات استخدمتها فطبعا دي من الحاجات اللي استخدمتها وطلعت حلوة قوي بخمسة وعشرين جنيه الحاجة اللي بعد كده جبتها من كوكو من قسم المنظفات او قسم التجميل كمان اه جبت الحاجتين دول ده اه معطر اه اسمه روزي راي روزي راي اه توت بري وده عود عايز اقول لكم انه هو حلو جدا جدا رحته طحفة والازازة دي كانت بستة جنيه اه وفي كذا حاجة اه بستة جنيه وفي كذا يعني روايح يعني بس نقيت الاتنين دول وكل الراوايح عنده حلوة واخدت الاتنين دول طبعا بتستخدميه تحطيه في بخايخ تحطيه في المسح وانتي بتمسحي الارض في اي حاجة تبخي كده وترشي على الكنب على السجاد اه حلو جدا المعطر طبعا اه حلو قوي اخدت كمان ده ده مفروض اللي هو اه يعني شاور جيل بس عشان بشوف لكم السعر ده ب 27 جنيه ده كبير اهو ميت الف يعني ده لتر لتر كامل ب 27 جنيه رحته حلوة جدا ده بالاسمه العطر الملكي بس رحته حلوة جدا جدا عجبتني فقلت اللي انا اجيبه دوليف هي صاحبتي جربته قالتلي اللي هو حلو بينعم مش بيك اوقات يعني الشاور جيل بيخشن كده الجسم لأ ده حلو ورحته حلوة اسمه دوليف زي ما انتوا شايفين كده ب 27 جنيه كنت محتاجة بسكت للمشابك تمام هنا فجبت البسكت ده هو يعني تحس اللي هو كده ترتر بقى وبيلمع وكده بصراحة حبيت الفكرة وحست اللي هو حلو يعني زريف ومعا المشابك بتاعته كان بالمشابك اهو زي ما انتوا شايفين كده وبيتعلق بقى وشكله يعني دلع قوي كان المشابك بتاعته ب 17 جنيه تقريبا او 15 جنيه بس شكله حلو قوي اهو كده ولزيز ده برضو من عند كوكو من فوق القسم اللي هو جبت فيه صورت فيه البلاستيكات ايه كمان جبته من عند كوكو الصفاية دي انا كنت هجيب واحدة تانية بس جبت دي في الاخر اللي قيتها كبيرة وهي قطعتين بس دي حاجة غريبة جدا انا شفتها فيها اللي هي مش مخرمة طب ايه رسمة القطعة دي ترمى يعني انت مش مخرمة طيب انت هنا هتصفي ايه فلازم طبعا اللي انا اخرمها كده ممكن تخرميها باي حاجة تعمل لها اخرم هنا علشان تقريبا نسيو ولا ايه مش عارفة لان دي مفروض بتتحط جوه هنا وبتصفي هنا فمش عارفة بصراحة تقريبا نسيو يعني لقيتها حلو قوي والتاخد كمية كبيرة جدا كانت ب15 جنيه عايز اقول لكم كمان في منها الوان كتير جدا انا عرضتها في الفيديو الوانها كلها حلوة ويعني تحسوا اللي هي كده مبهجة فقلت برضو اللي انا اقول لكم لو انت حابة اي لون تاني كمان جبت ايه من عند كوكو جبت دي دي بتتعلق كده بتتلزق على تلاجة على الحيط على اي حاجة انت عايزاها انا جبتها برضو عشان مرسوم عليها فنجان وكده فقلت اللي انا هحطها آآ علاقها يعني فوق الكافي كورنر فدي كانت بكام دي كانت تقريبا باتناشر جنيه حاجة زي كده بسبعتاشر جنيه في منها اشكال كتير جدا وانا عرضتها لكم في الفيديو برضو وشكلها حلو بارزة كده فعجبتني صراحة وبصوا كمان على التلاجة بيبقى شكلها زريف ازاي بيبقى شكلها حلوة قوي وحتى كمان في التلاجة اهي دي بتتلزق برضو يعني دي كمان استيكر للتلاجة بسبعتاشر جنيه كانت زريفة برضو وعجبتني جدا جبت ايه كمان من عند كوكو جبت العلبة العلبة دي مفروض اللي هي تتحط فيها المخبوزات وتتغطى كده واتاخد كمية كبيرة وفيها اربع كلبسات بصراحة انا مش جايبها للمخبوزات جايبها لحاجات تانية وهبقى برضو اقول لكم اللي هي افكار كتير في دماغي وطبعا الكلبس بتاحها حلو ومحكم انا برضو استخدمتها كزا يوم فالكلبس بتاحها حلو ومحكم وجميل وهي بصراحة حلوة خامتها اه كويسة هي تركي تقريبا تقريبا تركي بنات المهمة يعني دي جبتها بكام كان عليها عرض جبتها بخمسة واربعين جنيه يا ربعين يا خمسة واربعين انا مش فاكرة قوي بس هو السعر ده بتتروح يعني من أربعين لخمسة واربعين في الحدود دي بس برضو عجبتني وهي احلى حاجة فيها اللي هي كبيرة جدا فبتلملك حاجات كتير وبرضو حابقى اقول لكم انا هحط فيها ايه كزا حاجة يعني وهي اساسا للباكري برضو والمخبوزات وكده ممكن تحطيها جاتو كيك عيش توست اي حاجة فكانت بكام يا ربعين يا خمسة واربعين بصراحة الفواتير انا مش مش لقيهاها جبت ايه كمان يا بنات جبت ده ده انا كنت قيللكو عليه وكان عجبني جدا وكنت شافاها عن صاحبتي بقال من سنتين يعني كانت هي جايباة وبسعر اعلى كانت جايباة بمتين وشوية متين وسبعين حاجة زي كده المهم يعني اللي انا كنت عجبني افكارها اللي هي حطا فيه الشنط حطا فيه اللعب بتحط فيه سليبرات اي حاجة الشوزات كمان بتنظفيها وبتحطيها المهم يعني انا جبته ليه بصوا اهو زي ما انتوا شايفين اهو وطبعا بياخد كمية شنط انا جبته بصراحة للشنط وعجبني جدا طبعا الشنط مغلبانة على طول مش عارفين نحطها فين وكمان لو هي صغيرة او هي كبيرة بتبقي مش عارفة تحطيها فين المهم يعني اللي انا جبتها لمت كل الشنط او معظم الشنط يعني حاجات بسيطة بس اللي برا الكبيرة اه وبتلميها كلها وما بتاخدش منك مكان وفي نفس الوقت هو خامته كويسة فبصراحة عجبني اوي طيب انت هتقوليه طب الشكل لو هي كده فيه شكل ميبقى مش حلو بترمي عليه اي شال عندك اي شرب اي حاجة كده صاحبتي كانت برضو عاملاه كده اه شكله زريف اوي بصوا كده بتبقى حاجة كده يعني مرمية عليه كده اي حاجة عندك شكلها زريف شال اي حاجة بتبقى شكلها يعني حلو وفي نفس الوقت ما بتشوفيش ايه اللي جوا اه بصراحة يا بنات عجبني جدا 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 وبفكر لان اجيب واحد تاني لان انا محتاجة حاجات برضو اه عنتي حاجات تانية عايزة احطها والمشكلة ان الشنط بتاخد منك ضرفة كاملة انت ممكن تستفدي منها في دولابك بتاخدها الشنط ضرفة كاملة فطبعا ده بيضايقني جدا عايزة استفدي يعني من الدولاب المهم يعني مش هطول عليكم جبته حلو جربته حطيت فيه الشنط وبقالي عشر تيام الزريف جدا جدا وحلو جدا جدا وبرطو ممكن تجيبين لعب اولادك زي ما انتوا شايفين منه فيه منه اشكال طب بكام يا غاية ده وكان عاملين عليه تخفيض لانهم كان اخر شوية عنده معرفش نزل تاني ولا لأ كان عاملين عليه تخفيض بمية وخمستاشر جنيه بصراحة انا يعني اتفجئت بتمنه لانه هو كان غالي واخدت منه واحدة وان شاء الله هجيب منه تاني ويعني قل حقيقاني قبل ما يخلص قلت برضو اقولكو يمكن انتوا برضو تحبوا الفاكرة دي بصوا بقى يا بنات دي مش من عند كوكو دي من محل اللي انا شفتها يعني في المنطقة كان في شبرة خدتها من هناك عجبتني جدا انا كنت بحسبها الاول بفتكرها اللي هي بورسولان فسألته قال لي دي بخمسة وتلاتين جنيه قلت له ايه ده فمسكتها لقيتها بلاستيك بس عايز اقولكو كل اللي شوفها يقولي شكلها فخمة جدا وما توحيش ابدا اللي هي بلاستيك شايفين تحفى عجبتني جدا جدا قلت يا ريتني كنت جبت واحدة كمان لان انا هنا محتاجة صواني فالمهم يعني اللي انا جبتها بصه هي بلاستيك اهي تركي برضو وشكلها زريف في منها اشكال ورسومات وحلوة قوي بكام بخمسة وتلاتين جنيه هتسألوني المحل فين للأسف ده مش هعرف اقول لكم لان هو في شبرة ومحلات كتير كانت في شبرة المهم يعني اللي هو بخمسة وتلاتين جنيه وان شاء الله هتلاقوها في القاهرة وبتتعلق كمان من هنا شكلها زريف قوي بصوا بقى هي دي مشترياتي من كوكو ده اول فيديو فيه كمان مشتريات من ميكس سنتر الفيديو الجاي هتلاقو ميكس سنتر ان شاء الله مشترياتي منه يارب بيكون الفيديو عجبكم ويارب بيكونوا استفدتوا وعجبتكم مشترياتي زي ما هي عجباني وهشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بس اوعي تنسي اللايك باي باي